أطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية السيدة عبد المجيد تابون وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية تعلن وزارة النقل عن استئناف الرحلات النظامية التجارية بالتجاهي كندا مونتريال وتدعيم الرحلات نحو تورس وفق البرنامج الآتي الجزائر مونتريال الجزائر ثلاث رحلات في الأسبوع الجزائر تونس الجزائر رحلتان في الأسبوع ليصبح عدد الرحلات نحو هذه الوجهة ثلاثة أو ثلاثة رحلات في الأسبوع يبدأ استغلال هذه الرحلات كالتالي تونس يوم الأحد الرابع والعشرين أكتوبر 2021 كندا يوم الثلاثاء السادس والعشرين أكتوبر 2021 ليرتفع عدد الرحلات الدولية الأسبوعية من 44 رحلة إلى 49 رحلة وفي إطار المعاملة بالمثل تستفيد شركة الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر من نفس عدد الرحلات التجارية أي 49 رحلة ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات 98 رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا